على صعيداً آخر وافقت الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي على قانون الإنفاق الدفاعي رغم تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقد لإبطاله في حال عدم تعديل المادة 230 التي تنص على حماية وسائل التواصل الاجتماعي وتبلغ قيمة الإنفاق الدفاعي وفق القانون 740 مليار دولار وحاز على 335 صوتاً مقابل 78 في مجلس النواب في تأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهورية وللمزيد ينضم إلينا عبر الاسكايب من نيوجيرزي جابرييل سوما بروفيسور القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي فريقه الانتخابي أيضاً ينضم إلينا من ميريلاند مايكل أوهاندلون بحث في معهد بروكينغز للدراسات في واشنطن أهلاً بكم يا ضيفي الكريمان بداية أبدأ معك سيد جابرييل يعني الرئيس المنتخب جو بايدن عين لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع على رغم من أن هذا الاسم لم يكن مستغرباً وكان مطروحاً ولكن كيف نبدأ بقراءة أولية لاختيار هذه الشخصية تحديداً؟ شكراً للاستضافة أهلاً بك فيما يتعلق بجنرال أوستن يعني لا شك بأنه اختيار تاريخي مهم جداً هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الرئيس القادم سوف يكون جو بايدن وسوف يكون جنرال أوستن وزيراً للدفاع أولاً من ناحية أنه أول جنرال يتولى هذا المنصب من أصول أفريقية وفي السابق وجدنا مثلاً جنرال كولن باول كان أصبح وزيراً للخارجية الأمريكية وهو أيضاً من أصول جامايكا لذلك نرحب بهذا التعيين وبصورة خاصة جنرال أوستن عاملة في الشرق الأوسط لمدة طويلة هو الذي أشرف على إخلاء القوات الأمريكية جلال القوات الأمريكية من العراق سنة 2011 كذلك أشرف على المعارك ضد داعش سنة 2014 إن كان في سوريا أو في العراق سيد مايكل أريد أن أفهم منك أكثر ما هي التحديات التي تواجه لويد أوستن الآن وخصوصاً بأن الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث بأن التحديات والمهام التي ستواجه وزير الدفاع الجديد هي مختلفة عن سابقاتها أهلاً بكم أتعيد بوجودي معكم ومع الأستاذ من نيوجيرسي أشعر أن السيد أوستن هو لا يريد أن يسمى الجنرال أوستن وسأبدأ في تغيير إشارتي له عليه أن يتعلم بسرعة أشياء عن روسيا والصين وأيضاً انتقال التكنولوجيا وكما تعرفين إدارة ترامب في عهد الجنرال ماتس ركزت على المنافسة مع روسيا والصين على وجه التحديد ومعظمنا من الجمهوريين والديمقراطيين اتفقنا مع هذه المقاربة الأساسية ولا نريد للسيد أوستن أن ينغمس كثيراً في منطقة الشرق الأوسط كما طالب ماتس في عهد ترامب بمعنى التركيز على القوى العظمى من هذه الناحية السيد أوستن عليه أن يعمل وبسرعة لأن معظم حياته العملية خاصة في السنوات الأخيرة كانت في الشرق الأوسط وكما تعرفين جيداً وكما قلتم عمل في العراق وفي القيادة الوسطى صحيح وأعتقد أنه سيكون جيداً ولكن عليه أن يعيد توجيه خططه الوزير ماتس كان محقاً في التركيز على روسيا والصين سيد جابريال انتماء أوستن إلى مدرسة القادة العسكريين المعتدلين عدم رغباته في خوض الحروب التي لطائل منها والتقرب من الحلفاء إلى أي مدى هذه السياسة أو هذا النهج قد تجعل من خطواته ربما خطوات ثابتة وأيضاً تعيد مقاله الرئيس جو بايدن تعيد للولايات المتحدة قيادة العالم من جديد قيادة العالم في الوقت الحاضرة تختلف تماماً عن القيادة فيما يتعلق بالقوى العالمية اليوم التهديد الكبير لأمن الولايات المتحدة ولأمن بقية الدول العالم هي الصين كما تعلمين ليست روسية وليست بقية الدول لا إيران وغير إيران الصين هي التي تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة إن كان ذلك على الصعيد الاقتصادي التجاري أو على الصعيد العسكري الصين في الوقت الحاضر دولة تريد الحوز أو أن تستقوي على دول أخرى في المناطق القريبة منها ونعلم جيداً ماذا خصل في جزر جنوب بحر الصين الذي استولت عليه وعملت فيه مشاريع بشكل حولت تلك الجزيرة إلى جزيرة عسكرية طيب وبالتالي يعني سيد جابريال هل نستطيع أن نفهم من الآن طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تحديداً موضوع الصين الذي أنت ذكرته ووصفته بأنه ربما الأخطر الآن لا شك بأن الصين تشكل تهديداً لآمن أولاً منطقة جنوب شرق آسيا ثانياً للولايات المتحدة الأمريكية وثالثاً لبقية دول العالم في آسيا الوسطى وكذلك في الشرق الأوسط لذلك أعتقد أن التحديات التي سيواجهها سوف تكون كبيرة جداً في الوقت الحاضر تختلف تماماً عن التحديات التي نظرها في الشرق الأوسط هذا ما قاله الرئيس المنتخب جو بايدن قبل قليل سيد مايكل اللافت بأن الرئيس المنتخب جو بايدن أغلب الشخصيات التي قام باختيارها يعني الشخصيات عملت معها سابقاً تحديداً في فترة إدارة الرئيس باراك أوباما لكن البعض يرى بأنه لماذا لا يعطي الرئيس بايدن فرصة لشخصيات غير معروفة من الممكن أيضاً أن تعطي وتقدم الكثير للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن هذا سيشكل تحدياً لجو بايدن أن يكون هناك فريق ليس بالضبط النسخة الثالثة من أوباما أو إدارة أوباما وأنا أشاطر هذا القلق وأي إدارة تحتاج إلى طاقات وأفكار جديدة بالتأكيد صحيح أن السيد بايدن أعاد جيك سوليفان وتوني بلينكين وجون كيري ولكن الوظائف مختلفة هذه المرة هم نفس الأشخاص وبالتالي هذا سؤال يحق لنا أن نطرحه لويد أوستن كما تعرفين يجيء من تلك الفترة ولكن قلقي الأساسي بالنسبة له ليس أنه كان ضمن فريق أوباما سابقاً لأنه أيضاً عمل مع الرئيس بوش وعمل مع الرئيس كلينتون وعمل مع الرئيس ريغان أول رئيس بوش عمل معه خلال حياته العملية قلقي يتمثل في أننا طلبنا منه عمل الكثير في الشرق الأوسط الآن عليه أن يفكر في أشياء أخرى لهذا السبب أنا فضلت شخصاً آخر كوزير للدفاع امرأة كنت أعتقد أنها كانت تركز على هذه المواضيع في آخر عقد من الزمان السيد بايدن فكر بطريقة مختلفة وعرض السيد لويد وطلب من الكونغرس إعفاءه من الشرط هو عمل مع عدة رؤساء والموضوع الأساسي هل يستطيع أن يعيد توجيه منظوره بعيداً عن الشرق الأوسط للتركيز على تحديات جديدة تشمل الدفيئة وتشمل كوفيد 19 سيد مايكل كما ذكرت فعلاً كان هناك اسم شخصية نسائية مطروح لتولي هذا المنصب نتحدث عن ميشيل فلورين نورد ولكن يبدو بأن الرئيس بايدن عدل من قراره بالنسبة لأوستن برأيك هل سيحظى بقبول من الكونغرس الآن وربما هذه النقطة الفاصلة أعتقد ذلك أعتقد أن الديمقراطيين في النهاية حتى أولئك المنزعجين من اختيار جنرال متقاعد لا يريدون إضعاف السيد بايدن في أيامه الأولى وأسابعه الأولى في المنصب نرى الحزب الديمقراطي يقف ضد مرشح أمريكي من أصول إفريقية كوزير للدفاع هذا شيء كبير ولا يمكن أن نرىه في الحزب أيضاً الأعضاء في الحزب الجمهوري يحترمون السيد لويد لخدمته في العراق من 2007-2008 والجنرال بتريوس عزى إليه فضل كبير أعتقد أن الجمهوريين يذكرون ذلك وأيضاً الكثير منهم سيدعمونه تنبؤي هو أنه سيكون هناك إعفاء من شرط السنوات السبعة وأيضاً سيتم تثبيته في المنصب سيد جابرييل دعنا ننتقل إلى جانب آخر ونقطة أخرى وتحديداً أن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 741 مليار دولار ماذا يعني ذلك؟ ميزانية الدفاع ارتفعت على أيام الرئيس ترامب عدة مرات هذه المرة هي أكثر من المرة السابقة إلى أن الرئيس يريد أن يضع البيتو على هذا القرار قرار مجلس النواب بالنظر إلى وجود مادة فيه تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سوف يكون لها نوع من الإيميونيتي الحصانة من المادة 230 230 الرئيس ترامب يريد إزالة هذه المادة من القانون للدفاع بالنظر إلى أن هذا الأمر يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة بحيث أن هذه المؤسسات التجارية التي لها الحق للمسؤولين الحق بحذف ما تريده وإن كان هذا الحذف يتعارض مع الدستور الأمريكي لذلك يرى الرئيس بإزالة هذه المادة مهم جداً لأمن الولايات المتحدة السيد جابرييل هل تتوقع موافقة مجلس الشيوخ أيضاً على هذا القرار؟ من الصعب التكهن على ذلك أعتقد بأن مجلس الشيوخ سوف يعارض هذه المادة سوف يعارض هذا القرار أيضاً ولكن افترضنا أن مجلس الشيوخ وافق على ذلك فإن الرئيس سوف يستعمل حق الفيتو عنده إذن ثلثين مجلس النواة وثلثين مجلس الشيوخ عليه أن يتخطى هذه المسألة ولكن أجد صعوبة كثيراً في تخطي هذه المسألة إذا استعمل الرئيس ترامب حق الفيتو وهذا ما هدد به سيد مايكل في هذه النقطة وكما نتحدث بأن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي ولكن هل تتوقع موافقة مجلس الشيوخ عليه؟ الضيف أشر إلى نقطة صحيحة سيكون من الصعب في النهاية أن نرى الكونغرس يريد أن يخض معركة مع الرئيس ترامب خاصة من جانب الجمهوريين وذلك لأن الرئيس ترامب له إرث إرث خاص بتحسين وتقوية الجيش أنا أتفق مع الضيف في هذه النقطة سأفاجأ وأدهش لو الحزب الجمهوري أراد أن يخوض معركة ضد نفسي أو أن تكون هناك فترة طويلة من عدم اليقين في موضوع ميزانية الدفاع على طرف أن يتنازل الرئيس ترامب يريد الحفاظ على إرثه كمؤيد وداعم للدفاع في الواقع هو سيخوض الانتخابات في 2024 على هذا الأساس إذا أراد ذلك الجمهوريون والديمقراطيون وترامب يجب أن يعثروا على حل وأسوأ سيناريو في رأيي هو ميزانية تعبر بنا إلى يناير لحين وصول الرئيس الجديد وستكون الأمور أكثر سهولة بالنسبة للسيد ترامب هذا أفضل سياسيا ولكنه يريد أن يعزى له الفضل في الميزانية الأخيرة هذه الحسابات السياسية يجب أن تكون لصالح العثور على حل ولكن علينا الانتظار وسنرى شكرا جزيلا لكم مع ضيفي من نيوجيرزي جابرييل سوما بروفيسور القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي فريقه الانتخابي شكرا لك أيضا أشكر ضيفي من ميريلاند مايكل أوهانلون بحث في معهد بروكينغز للدراسات في واشنطن شكرا جزيلا لكم